أمر آخر وهذا يخص أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللي أحيانا تأتيها الدورة الشهرية تعتقد خلاص مدام أتتها الدورة خلاص ما تسوي شيء غلط يا إخواني يا أخواتي المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية تمتن عن شيئين أو عن ثلاث أشياء بالأحرى هذه محل إجماع واتفاق تمتن عن الصلاة تمتن عن الصيام وتمتن عن مس المصحف مس المصحف لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي ولا يجوز لها أن تصوم وتقضي حال الدورة ولا يجوز لها أن تمس المصحف باتفاق الحقه لكن من غير إذا أرادت مسه بحائل أو من جهاز مثلا ما في باس طيب ماذا تفعل المرأة الحائض في رمضان هل ممنوع من ذكر الله الجواب لا تذكر الله قائمة وقاعدة وعلى جنب تذكر الله وهي في المطبخ تذكر الله وهي في غرفة نومها تذكر الله وهي تمشي ما تفتر عن ذكر الله ذكر الله في رمضان أفضل من غيره كذلك هل تقرأ القرآن هذه مسألة خلافية الجمهور قالوا بأن ما تقرأ القرآن المرأة الحائض وهم الحنفية والشافعية والحنابة أما المالكية ذهبوا قالوا ما في دليل يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن فإذا كان عند المرأة ختمة مثلا فالراجح من أقوال أهل العلم أن تكمل ختمتها من دون مس للمصحف وهذا الذي يظهر لي بأن مذهب مالك أرجح الأقوال لأن الأحاديث الواردة في هذا الأمر الصحيحة غير صريحة الصحيح منها غير صريح على أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن والصريح منها ضعيف ما يصحي فلذلك يجوز للمرأة الحائض أن تكمل ختمتها ولله الحائض من دون مسل للمصحف وأنا ذكرت لكم أقوال أهل العلم الجمهور على المنع والمالكية على الجواز وقد اختار هذا الجمع من أهل العلم من أهل التحقيق المسألة الأخرى لا بد أن نعلم أن كل من قام بعمل صالح فإنه يؤجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وأخواتنا أيضا في البيت لما يقومنا بالخدمة بصنع الطعام والإفطار والسحور وغير ذلك في عبادة وطاعة يعني من أخواتنا من تتحسر تقول والله أنا ما ختمت إلا مرة أبشر بخير ما تقومين به من عمل إطعام الزوج إطعام الأولاد إطعام الوالدين يعني إضفاء جو على البيت بتوفير كل المتطلبات اللي تسهل أمور الصيام والقيام أبشر بخير أنت على أجر على أجر بحول الله تعالى وقوة احتسبي ذلك احتسبي استحضر النية دائما